اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالإنجازين الخليجيين الذين حققوا ما كلا من منتخب الرجال بفوزه بلقب بطولة الخليج السابعة عشرة لأول مرة في تاريخه وفوز منتخب الناشئين بلقب بطولة الخليج تحت خمسة عشر عاما جاء ذلك خلال استقبال سموه للأبطال حيث أكد أن الإنجازين هو انعكاس للرعاية الفائقة التي تحظى بها الحركة الرياضية من قبل جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وخلال اللقاء هنأ سموه لاعبي المنتخبين على أدائهم المميز وروحهم القتالية التي قادتهم لتحقيق هذين الإنجازين الكبيرين معربا سموه عن فخره واعتزازه بما قدموه من مستويات الرياضية الرفيعة وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن هذه الإنجازات تعكس التقدم الكبير الذي تحقيقه كرة السلة البحرينية على كافة المستويات مشيرا إلى أن هذا الفوز يمثل تتويجا للجهود المبذولة من قبل الاتحاد البحريني لكرة السلة وأيضا التفاني والإصرار الذي أبداه اللاعبون في المنافسات وأضف سموه قائلا إن هذه النجاحات تعزز من مكانة مملكة البحرين على خارطة الرياضة الإقليمية ونحن ملتزمون بتوفير كل الدعم للمنتخبات الوطنية لكرة السلة لتحقيق المزيد من الإنجازات وفي ختام اللقاء شكر سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة كافة اللاعبين والجهازين الفني والإداري مؤتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في البطولات القادمة ترجمة نانسي قنقر